بسم الله شايفة يا برج التور انه امورك الصحية جيدة في شعور بالشباب بالصحة برد النظر عن عمرك سواء كنت كبير او صغير في منكم اللي رح يبدأ بنظام غدائي جديد لصحته وكذلك عم شوف في ناس منكم توقفوا عن ممارسة الرياضة فالورقة تدعوك للعودة لممارسة الرياضة والمشي لمسافات طويلة انك تعمل انشطة رياضية تتسلق الجبل شغلات هيك كذلك يجب على بعضكم يا برج التور انه يغير الاطعمة المسنعة ويستغنى عن الوجبات السريعة لانها عم تضرر بصحته خطوصا بالنسبة للنساء اللي عندهم مشاكل هرمونية كذلك الورقة هذه هي مؤشر على اخبار سارة فيما يخص صحة اذا كانش حدا يعني عم يتابع الطبيب او عم يستنى حمل او ولادة فهي اخبار سارة كذلك كذلك تشير هاد الاوراق اللي طلعت لكم يا برج التور ام اه اا آآ او اه تعافى سراع من اصابة او مرض او نشاط بدني اه كبير اه... فيجب اتباع حمية او نظام غدائي جيد يتماشى مع جسدك لكي تحصل على سريع كذلك ممكن تشير أحياناً لحالة الطوارئ وشيكا تحتاج منك إلى تدخل سريع كذلك في منكن اللي راح توصلوا أخبار حلوة عن حمل كان عم ينتظرها من مدة وهي أخبار يعني سارة كذلك عم شوف يا برج الطرئ أنه في منكن اللي عم بعاني من ضغوطات نفسية وتعبان هيك نفسياً من علاقة يعني علاقات سواء كانت مع الأسرة ولكن أنا شايف أكثر أنك بتحب حدا يعني منفصل عنه يعني الشيء وعم تستنى أخبار سارة منه رسالة هيك شغلة هيك عاطيني الورق فإن شاء الله راح يكون خير يا برج الطرئ أما فيما يخص العمل أنا عم حاولي يكون سريعة فيما يخص العمل يا برج الطرئ أعم شوف شوية خداع ساير في بيئة العمل حواليك يا برج الطرئ في بعض الزملاء يعني من حولك يحاولون نشر الأكاديبي خلف ظهرك أو سرقة مشاريعك أو أفكارك أو حتى ممكن يكون أصدقائك متورطين في أشياء وأنت لا تعلم فالورق الطارئ بيئلك أنت لازم تستخدم قدراتك على التكييف الحيلة والمرونة والذكاء الحاد لصدع نفسك في المقدمة اللعبة أيا كانت طالح عندي ورقة يعني السرقة فأنت يا برج الطر يعني كن حذر من السرقة الورق الطارئ بيئلك كن حذر من السرقة أو السطو والاحتيال أو أنك تراهن بفلوسك يعني بشغلة أو باستثمار في الوقت هذا كذلك ورقة الطارئ بيئلك أنه أنت يعني شخص لائق لمهن التمريد والرعاية الفن الاستشارة يعني التشافي يعني في مجال الإبداع والموضع وكذلك يحذرك من الدخول في صفقات مالية معقدة فهذا هو الوقت المناسب لتتطلع لمنصب جديد يليق بك فيجب عليك أن تكون ذكيا وأن تبحث عن فرص فإذا انتهزت الفرصة وعملت بجد فستجني أكثر مما أنت تعتقد يا برج الطر وفي منكم كذلك اللي عم بيدور على الشغل فالتارو بيئلك في فرص جاية بطريقك فقط كن مستعدا لها هذا فيما يخص العمل الحين سوف نمر بسرعة إلى الأسرة في منكم يعني قبل ما مر للأسرة في منكم لذعلان يعني في مجال العمل يعني كأنه مش راضي عن العمل كأنه مش لاقي عمل عم شوفه يعني زعلان وكأنه مش لاقي عم بيدور ومش لاقي عمل وعم بيدعي الله كرمال يعني أنه يلاقي شغل بيليق به شخصيا ويكون مرتاح فيه أنه فيما يخص الأسرة يا برج الطر فيما يخص الأسرة يا برج الطر في منكم اللي حاسس عم شوفه حاسس بالثقة والأمان في علاقاته رغم يعني أنك عملت شغلات كثيرة للوصول إلى هذه النقطة فمنكم اللي أم في منكم اللي هو بينتمي لأسرة عم شوفكم أشخاص رائعين كذلك في منكم اللي عندو مشاكل بالعيلي كأنه الناس اللي حواليه ما عم يفهموه في اللي عم شوفه حاسس بالوحدة وعم يحاول يلاقي حل وسط للموضوع هذا كذلك عم شوف يا برج الطر في ترترة يعني حواليك وبظهرك وانت حاسس بالموضوع وشاكك ولكن عم تحاول تتجاهل الموضوع وكذلك في منكم اللي نفض صبره خلاص وكذلك في اللي عندو يعني مشاكل بالإخوة أو الزو أو زوجات الأخ يعني فشايفة يا برج الطر إنه في عندك انتصار ورح تمسك زمام الأمور كذلك في عندك أمنية رح تتحقق فأنت أزرب الأمنية هذه يا برج الطر إن شاء الله خير إن شاء الله يتحقق الشي اللي في بالك كذلك في منكم اللي عم شوفوا إنه حاسس بإحساس بالفقدان من موضوع عاطف في جوات قلبه وعم يحاول يعني يبين حاله أقوى ومتزن وصامد لأنه فعلا برج الطر هو يعني قوي ومتزن وحساس بنفس الوقت حتى إذا كانوا الناس يعني ما شايفين الصفة هذه يعني وعاطفي كتير كذلك في منكم اللي واخد وقته عم بيفكر تفكير عميق وما عم يحكي كتير يعني كيف ما بتشوفه يعني بيدل قاعد لحاله كتير ويعني عم بيفكر في الطرق يعني كأنه عم بيفكر طريقة النجاة أو الخروج من الموضوع هذا هو مثل يعني يواخد الأمور ببساطة وهادئ ومتوكل على الله فإنت يا برج الطور إنت طالع لك ورقة الحظ ورقة في أمنيات ستار فإنت محتاج تعمل استشفاء وتتقرب من الله وإنت أصلا مرتبط بأله كتير وبالدعاء وتتوكل عليه كليا وما تخلي اليأس إنه يسيطر عليك وكمل الدعاء يعني إنه فيه من كون اللي عم يدعي الله شايفاه ويعني كأنه فيه دعوة خاصة عنده وبدو إياها إن شاء الله خير يا برج الطور فإني عنده يعني كذلك مشاكل مع الأم وكيف ما عندكم عم تشوفوا مع الأم مشادات يعني فيه صعوبات في التواصل مع الأم بشكل مع الوالدة هيك شغلات والأمور رح تكون طيبة يا برج الطور الحين يا برج الطور رح نمر لما هو عاطفي لنشوف إن شاء الله خير حقيقة أنا شايفاك يا برج الطور من خلال الأوراق هذه فيه تعليقات إجتني إنه ما يعني أعمل هاد الصوت بالورق يعني طاقتك يعني بشكل عام هي جميلة جداً كأنك متوازن بالمقارنة مع الفترة الماضية بالرغم من إنه عندي هون فيه شخص تعبان يعني الشخص هيده مر بضروب صعبة وحاسس حاله تعبان وكأنه إن جراح صار معه وشي بس عم شوفوا يعني عم يشغل حاله بشغلات ممكن شغل البيت ممكن دراسة ممكن عمل وزعلان في منكم اللي زعلان من موضوع وشايفاك إنسان حلو عم تعمل خير وبتفكر بشغلات حلوة وهذا الزعل شايفاك إنك كأنك زعلان على شي حدا فبشكل العام يا برج الطور شايفاك متوازن أكثر من الفترة الماضية كذلك شايفا منكم اللي مر بتجربة وتخطاها ولكن لسه مؤثر عليه شايفاك مهتم بشغلك ورغم إنه في جواتك زعل وغضب من شي صار كذلك شايفاك إنسان حلو بتعمل أعمال خير في منكم اللي زعلان على علاقة فالحبيبي يا برج الطور شايفا عم يتطلع عليك وعم بيراقبك فكأنك قاعد زعلان على شخص صار معه شي والشخص هذا انت شايفو كتوأم الروح فبالرغم من هالشي فشايفاك يعني انت متوازن أكثر في منكم اللي بيعمل استشفاء ميديتيشن بيصلي يعني كذلك في اللي منعزل بيعمل تأمل استرخاء أشياء من هذا النوع فأنا شايفاك متوازن رغم إنه يعني ممكن تكون خرجت من علاقة بسبب أو الحبيب تركك وراح كذلك شايفا في تواصل روحي بينك وبين الحبيب يا برج الطور أو حتى انت ممكن تكون خرجت من العلاقة هذه اكتشفت خيانة خداع أو طرف تالي تفات على العلاقة أو حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوج كذلك شايفا منكم اللي تخلى على كل الأشخاص والأشياء التي لا يستفيدوا منها ولا تنفعوا كأنه خلاص تغيرت وأصبحت أكتر حكمة وأكتر اتزان خصوصا بعد الصراعات والتعب النفسي اللي تعررت له يا برج الطور كأنه في منكم اللي مل يعني مليت من كل شيء حواليك وما عد بدك صراعات تصدعك يعني تزعجك من أي نوع وصرت عايز الهدوء وراحة البال وتفكر براحزك أكتر شايفاك يعني عايز تعمل تغيير جوه كأنني شايفا يعني في منكم اللي إما بسافر أو عم بفكري يسافر أو أنت فعلا سافرت كذلك في منكم اللي في علاقة ثلاثية العلاقة هذه نتج عنها مشاكل فمثل ما شفنا مثل ما شفنا في منكم اللي بعلاقة ثلاثية ونتج عنها مشاكل وانت قررت تبعد لحد ما الشخص هذا ياخد قرار فكأني شايفاك يعني اختفيت ولكن بعدك عم تراقب يعني الحبيب وتفكر فيه والوضع هذا كان مزعلك وبعدك كذلك يعني مزعلك يعني لسه زعلان ولكن على الأقل انت حاسس انك أكتر توازن وشايفا اللي منكم كان بيحب الحبيب كتير ومتعلق فيه كتير خصوصا انك يا برج الطور إنسان عاطفي بالرغم من انك ما بتبينش الموضوع ده وشخص طيب كتير وروحانية برج الطور كذلك ممكن يكون هذا طليقك يعني زوجك او حدا كان بدك ياه يكون معك والحين انتم متباعدين عن بعض فانا شي كأنش عم شوف يعني فيه طرف ثالث موجود معكم او بيناتكم ممكن يكون الطرف هذا ايا كان كذلك عم شوف يعني فيه طاقة الدعاء عم شوف طاقة الدعاء الى الله والتقرب منه فواضح في عندك امنية حابب انها تتحقق وهنا كيف ما شوفنا قلنا في موضوع الاسرة يا برج الطور في عندك امية رح تتحقق وهنا طلع انه كأنه في عندك امنية حابب انها تتحقق فممكن انت تكون يعني عايز شخص معين فهناك مساعدة رح توصلك يا برج الطور رح تجيك من السماء فممكن تكون الفترة اللي فازت تكون تواخد جنب وقاعد لوحدك في كذلك منكم اللي يعني انعزلوا شوي وبيعملوا الشفاء لروحهم الداخلية عم يقرأ قرآن الى آخره فانا شايف الحبيب بعده بيفكر فيك و بيراقبك على السوشيال ميديا و مفتقدك بصراحة و في منكم بصراحة اللي عنده رجوع في رجوع لمنكم عنده رجوع و في عهد زواج قلت لكم في البداية انه طلعت عندي ورقة الزواج في منكم اللي عنده عهد زواج و رح تكونوا سعيدين فانا بصراحة يا برج الطور شايفاك الفترة هذه في منكم اللي عم بمر بمفترك الطرق ولكن لسه بتفكر يعني في الموضوع فشايفاك لحد اللحظة هذه طلعت من الوضع او الازمة على الاقل و حاسس بالتوازن النسبي و تركت شغلات يعني ما كانتش مناسبة ليه و لكني شايفاك لازلت في طاقة الانتدار فاذا كنت بتنتظر شخص بتحبه او بتستنى ياخد قرار بخصوص علاقة ثلاثية يعني بخلوط زواج فحاليا في الفترة هذه لالكون مش شايفا قرار نهائي في الفترة هذه يعني انو الحبيب رح ياخد قرار في الموضوع هذا لانو عم بفكر فممكن يكون في شخص بيناتكم اي في طرف تالي سواء كان زوجة او الشخص هذا اللي انت معه يا برج الطور متزوج يعني او حتى اب ام و الموضوع هذا مش سهل عليه عشان ياخد القرار هذا كذلك عم شوفي علاقة ثلاثية ما بين برج الجوزاء و برج الطور و برج الجوزاء متزوج هذه الشغلة هذه واضحة عني و برج الجوزاء هذا لخبرك و انا متأكدة من كلامي الناس اللي عنده النقطة هذه شايفة انو برج الجوزاء بيحبك انت يا برج الطور و بده ياك انت و بيفكر فيك انت رغم انو هو متزوج وهو ضايع يعني و مش مرتاح يعني بزواجه حبي تشير لهذه النقطة هذه لانو واضحة عندي فممكن يعني ياخد هيك شي حركة يبعث رسالة و شغلة لانو مش واضح عندي بالضبط هو بيفكر يعمل هالشي فانا شايفاك يا برج الطور في الفترة هذه انت مهتم بالعمل بالروحانيات في اللي بيعمل تعديلات على نفسه يعني تقويم اسنان تنظيف تبييض ليزر يعني اشياء خاصة بالتجميل لانو هاذي قراءة عامة فبتطلع لي شغلات يعني حتى كذلك في منكن اللي عم شوفوا لابس ماسك واضح عندي في منكن اللي لابس ماسك بيخدع من ناس اللي حواليه كيف؟ يعني كأنه لابس ماسك مش حقيقي يعني في منكن اللي ينسحب من العلاقة واختفى و عامل حاله مش فارقة معاه ولكن هو بيحب الحبيب متباعد عنه و بيراقبه عالسوشيال ميديا و بده يرجع للحبيب ولكن الظروف نسخايا اشتركوا في القناة أنزعوا 92 شكرا